رسالة الى الشعب المصري المقيم على ارض مصر احنا يا جماعة بندفع 453 مليار جنيه من سنة 2006 الى يومنا هذا 453 مليار جنيه دول فوايد الديون اللي وخداها مصر من الداخل ومن الخارج انت بتتكلم في حوالي 300 مليون جنيه يوميا 300 مليون جنيه يوميا من سدد فوايد الديون بقررها فايدة الدين يعني حوالي في الشهر 9 مليار احنا بقى بنسددهم ما بنسددهمش مش عارف الله اعلم لكن احنا بعد 25 يناير عندنا كثير من المسئوليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هل حنقدر من احنا نسدد ده هنسدد ده فيه اخاويل كتيرة جدا في الاوساط السياسية بتقول ان احنا محتاجين نعمل قرد تاني على فكرة انا بقوله ده موجود في كل حتة في العالم اي بلد في العالم عندها ديون خارجية وداخلية لكن الحملة اللي انا بتكلم عليها النهاردة هي حملة شعبية لاسقاط ديون مصر الحملة دي على فكرة من داخل مصر ومن خارج مصر بيحاولوا انه هم يشيلوا الطوبة او الجبل اللي بيبقى على راس المواطن المصري في تزديد ديون مصر الحملة اللي انا هتكلم عليها النهاردة ديوف فيها ومشرفني طبعا من الاستوديو في الاستوديو الاستاذ فتحي الشمخي الخبير الاقتصادي التونسي صباح الخير يا فندم صباح الخير شكرا الاستاذة نوها الشوكي خبير تنمية واقتصاد بجامعة الامم المتحدة ببون المانيا صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم حمد الله على السلامة استاذ فتحي شكرا منورنا وتحية كبيرة جدا لأهل تونس اللي اكيد ممكن يكونوا شايفيننا على الهواء من خلال نهارك سعيد اكيد شكرا ساذا نوها هو مبدئيا كده الدين لما بيبقى على اي بلد بيبقى واخد قرض من يا اما دولة تانية او البنك العالمي او البنك المركزي العالمي البنك الدولي او ايه تاني اه هو فيه تلات انواع من الديون اه فيه اه بنقول اه ديون اللي هي المتعددة الاطراف بتبقى من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي اللي هي مؤسسات بتاخد تمويل من جهات مختلفة من بلدان مختلفة وبتعملها في شكل دين وبتقدمه للبلد نعم اه النوع التاني من الديون بيبقى اللي هي البيلاترال او اللي هي الصناعيات الاطراف اللي هي بتبقى من بلد يعني المانيا بتقرض مصر عشان تعمل مشروع مثلا اه صرف صحي اي انت اه النوع التالت بيبقى من اه بنوك اه تجارية اه بتبقى الدولة محتاجة فلوس ولسبب ما مش قادرة تقترب من البنك الدولي او من صندوق النقد فبتروح الى بتتجه الى السوق العالمي السوق المالي وبتقترب من البنك هناك عزيلا فدول التلاتة انواع من القود معنى حضراتكو انه ان انا اخد قرد من بلد مش هتديني قرد كده بدون ما يبقى ليها اه اه طبعا اكيد فيها فيها فوائد انها ممكن يكون لها اه اه نوع من الاستغلال للبلد اللي انا بديها الفلوس بناء على الفلوس اللي انا بديها لك لازم مثلا تحقق لي امنيتي في كذا او اه تسمع كلامي في كذا اه استاذ فتحي الشمحي حضراتكو في تونس عملتو او سبقتونا زي ما سبقتونا في الصورة يعني سبقتونا كمان في انه كنتو بتحملوا حملة لاسقاط ديون تونس فعلا ازاي وصلتو لايه اولا اه 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 احب نقول اللي احنا اه متفقلين جدا نعم اليوم اصبح كل شي ممكن يعني بفضل الثورة نعم اه اه تجدد الامل واصبح ممكن الان ان نعم الاشياء اه كثيرة كانت مستحيلة في السابق بدءا بطرد الدكتاتور هذا شي كان مستحيل وقمنا به ولذا من الاشياء اللي ما زالت تسد طريقنا يعني تمنعنا من تحقيق طموحاتنا كما كان بن علي يعني سد في طريق الحرية والرفاهة الاخرية المديونية هي كمان سد منيع جدار صد في طريق التوانسة لتحقيق تطلعاتهم يعني طبيعي جدا ان التوانسة اللي تردوا الدكتاتور يحبوا كذلك يتخلصوا من الاشياء الوسخة الخائبة اللي كان يعمل فيها اللي من اهمها المديونية عظيم وصلتوا لايه هل يعني يعني في اجراءات عملتوها اشياء كثيرة ايه زي ايه اولا مثلا في داخل البلد نعم يعني احزاب كثيرة اه 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 تبنت مطالبنا ومن بينها الاحزاب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اللي اه اه جاء الثاني في مرتبة الثانية في الانتخابات وتتحق وتحصل على ثلاثين مقعد في المجلس التأسيسي من جملة من مجموع ٢١٧ وهو تبنى هذه المطالب والان من المتوقع ان يكون في الحكومة وهو قابل وموافق على هذه المطالب هذا مكسب سياسي عظيم للشعب التونسي مثلا في الخارج هناك نداء لالغاء الديون التونسية وقع عليه ١٢٠ برلماني اوروبي من البرلمان الاوروبي من برلمانات مثل فرنسا بلجيكا اليونان المانيا الى اخرى هذه كلها مكاسب سياسية حقتها الحملة التونسية لالغاء الديون نعم سيد زنواء هل الخطوات الحملة الخاصة باسقاد او الحملة الشعبية لاسقاد ديون مصر هل هي حتتبع نفس الخطوات التونسية ولا مختلفة شوية آآ خلينا نقول نبتدي نقول ان الحملات اسقاط الديون دي حملات شعبية آآ على مستوى العالم يعني الكلام ده بقى له مثلا عشر او ١٥ سنة شغال في العالم مش حاجة جديدة فهي دايما تبقى حركات نبعة من الشعب ومن الحركات الشعبية وفيه دايما بيبقى فيه آآ حاجات شوه بعضة قوي بين التجارب المختلفة آآ فاحنا غالبا هنبقى متبعين نفس الطريقة بتاعتهم الفكرة مش بس اسقاط الديون احنا بنسقط الديون ازاي ان احنا بنطلب ان احنا نعمل مراجعة للديون دي ونشوف هي آآ ايه اللي فاد البلد وايه اللي ما فادش البلد عزيم آآ الشقة التانية اللي كنت عايزة اتكلم في آآ آآ الدلالة السياسية للديون آآ في التمانينات وتسانينات كان فيه فكر الليبرالية الجديدة اللي كان تبناه اياميها تاتشر وريجن اللي هما كانوا في الحكم هما الاتنين دول باعوا حتى للأكاديميين والماليين باعوا فكرة الليبرالية الجديدة اللي هي اكتر آآ علامتها او المؤشرات بتاعتها كانت الخصخصة نعم فده فكر خلاص يعني ظهر من بعد الازمة المالية اللي فاتت انه مش نافع الفكرة ده مش نافع خلاص وحتى الاكاديميين ابتدوا يرجعوا نفسهم فده كان بيحصل ده كان من اهم شروط الاقترار عشان تقترب من بنك الدولي كان بيتطلب منك انت لازم تلتزم بالسوق المفتوح تماما وانك تبيع اصول الدولة وانك تلتزم بسياسات تقشفية يعني ما تصرفش على التعليم ما تصرفش على الصحة وتدي الدعم للتصدير او تدي دعم لرجال الاعمال ده حاجة سيدة في العالم كله مش احنا بس يعني فدي هي يعني مش بس الفوائد الديون اللي احنا ندفعها الي مشكلة مش دي مشكلة حقيقة الحقيقة المشكلة ان هي الديون دي بتقايد الدولة في سياستها ما تعرفش تاخدم البلد فاحنا بعد مبارك ما ميشي وبعد ما بينعلي ميشي ما ينفعش نكمل نفس المنهج ما ينفعش وزير المالية يعمل موازنة بنفس الطريقة اللي اتعمل ايام بطر صغالي ما ينفعش وهو ده الحقيقة المحاك احنا في قدرتنا فعلا ان احنا نسد العجزة عندنا في الموازنة بس ما فيش مش واضح ان فيه اي ارادة سياسية ان هي تغير انحياز الحكومة في اللي بتصرفه على البلد هتصرف على الفقير ولا هتصرف على الغني فالديون فعشان كده الديون بتبقى دائما حجة ان لا احنا مش هنغير السياسة ده البلد بتفلز احنا لازم نقترد وفي الواقع احنا مش محتاجين نقترد ولو اقتردنا طب احنا بقى كمواطنين ماشي اقترد سقولي هتقترد ليه وبشروط ايه ابقى عارف ابقى فاهم ابقى مواطن ليه رأي وليه دور طب انت هتعمل بيهم ايه هتعمل مطار جديد هل احنا محتاجين مطار جديد ولا احنا محتاجين مثلا حاجة في الصحة او التعليم سوري فالفكرة ان الحملة دي بتطالب ان المواطن العادي يبتدي يقول رأيه ويشارك في سياسات الدولة المالية لان قبل كده ما كانش ينفع عظيم ويبقى فيه قدر من الشفافية كمانا سؤال صغير عشان بعد كده لازم اسأل السؤال سفتحي هو 452 مليار دي زي من قلت في المقدمة دول الفايدة بتاعت الدين من 2006 طبعا غالبا احنا المبلغ ده زاد دلوقتي في سنة 2011 طبعا زاد وبعدين من شهرين او حاجة او قال من شهرين زاد زادنا واحد مليار طب احنا بندفع اساسا المبلغ دي مشكلة ان احنا بندفع ربع موازنتنا احنا الموازنة الاخرانية 116 مليار جنيه مصري بيدفع لخدمة الدين ربع فلوسنا ربع مرتب مصر لو هي بتاخد مرتب يعني ربع مواردنا بتروح في خدمة الديون طبعا ده اقل كل المبلغ ده كله على بعضه اكتر من اللي بنتفعه للتعليم وبنتفعه للصحة طبعا تخيل بقى لو اسقطناه نتمنى يا رب استاذ فتحي انتو في طريق انه كنتو تسقطوا الديون اه الخارجية او الداخلية والخارجية طبعا عن تونس نحن 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 عن ديون الخارجية الخارجية حالية نعم نعم طيب ازاي انا اسقط الدين اللي علي وفي نفس الوقت اكيد زي اي بلد في الدنيا عايز تقترد تاني يعني 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 ازاي التركيبة دي انا هسلفك وبعد ما سلفتك قلتلي لا مش هرجعلك الدين وخليك جدعه يعني ما تاخدش من الفايدة ولا تاخد من الدين كلام معقول وبعدين ترجع تاني تقول لواحد تاني زميلي انا عايز استلف منك كلام معقول تفضل احنا في اليوم اليوم معناه به واليوم الوضعية كيفاش الوقت الحاضر احنا ما هي فائدة الدين عندما ناخو قرض خارجي اش نعمل به كله يمشي في سداد الدين القديم كله كله يمشي في سداد الدين وما يكفيش احنا بنضيف من مداخيل الضرائب نعم يعني هو الاعتقاد والفكرة الخاطئة اللي روجها الدعاية الرسمية انه احنا ناخو فلوس عشان نستعملها في مصالحنا به لكن في الواقع احنا ناخو فلوس بنسدد الدين القديم ونضيف من جيبنا اولا هذا هو الوضع الان استاذ انواء عمالة تعمل براسها اكيدا يعني معناها ان احنا هو ده اللي بيحصل عندنا بردو اه تفضل اه تفضل اه تفضل اه تفضل